أنا سعيدة النهاردة بالمشاركة في مؤتمر اختار كليتك بشكر الحقيقة دكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الأسكندرية على تنظيم هذا المؤتمر النسخ 18 بالتأكيد مشاركتي النهاردة فيها سعادة وفيها عايزة أقول كمان استفادة إن أنا أتكلم مع الطلبة في هذه المرحلة مرحلة فاصلة في عمرهم يقدروا إنهم يحددوا فيها كليتهم يختاروا مستقبلهم الدولة بتفتح زراعيها لولادنا من الطلبة والطالبات إحنا في عهد دايما بنقول ياريتنا كنا في هذا العهد وإحنا صغيرين نلاقي اللي حد يكلمنا ويقول لنا الطريق الصح ويطمننا ويدينا هذه أرصقة أنا سعيدة النهاردة إن إحنا بنشارك أيضا كالتحالف الوطني للعمل الأهل التنموي حضراتكم عارفين إنه إحنا مبارح أطلقنا حملة مهمة جدا إيد واحدة وبالتأكيد إن أنا لما أكلم الطلبة عن كل ما تقوم به الدولة وما يقوم به التحالف نكلم عن محهوم التطوع بنتكلم إزاي إن إحنا نخدم مجتمعنا بالطريقة اللي إحنا محتاجينها في تحدياتنا الاقتصادية والاجتماعية شبابنا أنا متأكدة حبهم لوطنهم ولقهم لوطنهم إنما لما بيشوفونا كمان نتكلم معاهم ونعرف منهم ونرد على استفساراتهم ونديهم من المفاهيم اللي إحنا كمان تربينا عليها ده بالتأكيد حيباء إضافة كبيرة لهم وإحنا متأكدين برضو من خلال هذا المؤتمر إن إحنا هنستفيد أيضا من كل مدخلات الشباب التحالف الوطني بيجتهد بمتطوعينه بيقوم على مفهوم التطوع عايزين إن إحنا ننشر هذا المفهوم عشان نقدر إن إحنا نحمي شبابنا ونخليهم يرتبطوا بالدولة ويعرفوا كل ما يدور من تحديات زي ما قلت واقتصادية واجتماعية ربنا يحفظ شبابنا ويحفظ بلدنا معالي السفيرة دلوقتي الشباب مقتنعة بفكرة أنا هدرس حاجة معينة كل تكمة أو كلام من ده دلوقتي الدولة عملت جماعات أهلية كتير الجماعات الأهلية دي فيها تخصصات جيدة مختلفة الشباب يعني تتمعون بدأت زي إنه ده العلم ده التطور زي ما أنت قلت مهم الكلام على الشباب إحنا يمكن ثقافتنا دايما مقصورة على كليات القمة إنما إحنا عايزين نتكلم على حاجات كتيرة جدا الجماعات الأهلية عايزين نتكلم أيضا عن التعليم الفني عندنا حاجات كتيرة لابد إن إحنا نسقل بيها مهارة الشاب ويقدر إنه هو يتطور إزاي يعرف إزاي يبحث إزاي إنه هو يتكلم مع المستشارين بتوع الكلية والأساسة عشان يدولوا يعني طرق المعرفة وطرق البحث كل ده الحقيقة أنا شايفة إنه مجال جيد في هذا المؤتمر اللي سعيدة إنه هو بيتكرر في نسخته 18 إن إحنا نقدر إن إحنا نواعي الشباب ونقدر أيضا إن إحنا نزقهم على المعرفة وعلى التعلم اللي دايما ما بينتهيش عند حد معينه